أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفدا من كتلة المستقبل أن المجلس النيابي في قضية انفجار المرفأ وبعيدا عن كل ما يثار من غبار سياسي وأعلامي تحريضي وغير مبرر على المؤسسة المجلس النيابي ومحاولات مكشوفة للاستثمار الرخيص على دماء الشهداء وأوجاع الجرحة وألام المكلومين والمتضررين فالمجلس النيابي كما تعاطى منذ اللحظات الأولى مع هذه الفاجعة والمأساة الوطنية والإنسانية من موقع الحاضن لها ليس باعتباره أحد المتضررين من هذا الانفجار الذي أوقع من موظفه وحراسه عشرات الجرحة ودمرت أجزاء منه فحسب إنما أيضا من موقعه التشريعي فهو الذي بادر مع لجنة دوي الشهداء وشرع أمامهم الأبواب لأكثر من ثلاثة لقاءات وأصدر قانونا يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحة مع الجهات الطبية الضامنة وأصدر جملة من تشريعات المتصلة بالمناطق والأحياء المتضررة وكل ذلك هو أقل الواجب وأضاف الرئيس بري إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي أي الحقيقة لا تحتمل زيادة ولا النقصان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضيع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكررنا ميرانا نؤكد اليوم أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف إلى الياء وكفى تحريفا وحرفا للوقائع وقال الرئيس بري إن المجلس النيابي وضمنا كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية نيترات منذ لحظة رسو الباخرة المشؤومة إلى لحظة حدوث الانفجار نعم مع تعليق كل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل وشدد الرئيس بري على أن أصابع الاتهام لا توجه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء وإلى أن أصابع الاتهام يجب أن توجه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة وتابع حسبنا جميعا قول السيد المسيح عليه السلام تعرفون الحقيقة الحقيقة تحرركم هذا وقد تحدث النائب سمير الجسر باسم وفض كتلة المستقبل بعد الاجتماع عرضت الكتلة على دولة الرئيس الاقتراحين التي حضرتهم الكتلة الاقتراح الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بحصنات النواب أو الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء والاقتراح الثاني يتعلق بكمان تعليق الاقتراح الثاني هو قانون عادي لا يتعلق بالدستور ويتعلق بتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاء والموظفين والمحامين والأمنيين فيما يتعلق بقصة الأزونات لملاحقتها والهدف الحقيقة من هدين القانونين أول شيء قاطع الجدل في عملية أنه والله الدستور يحمي طبعا في نصوص دستورية تحمي أكيد لكن كمان في بعض الناس عند رأي بأنه تتجاوز النصوص الدستورية وهذا الأمر الحقيقة موضع جدل كبير لكن كمان الأمر الثاني أنه إذا استمرنا بهذه الحالة فسيكون هناك من القضية الواحدة ثلاث فئات تحاكم أمام ثلاث جهات مختلفة يعني جهة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وجهة تانية تحاكم أمام هيئة خاصة تتولى محاكمة القضاء والآخرون أمام المجلس العدلي فنحن لتوحيد هذا الأمر ونعتبر بأنه كل الناس سواسية وكل الناس إذا بدوا يكون من محاكمة يجب أن يحاكموا أمام هيئة وحدة المجلس العدلي ولذلك لجأنا إلى تحضير هذه القوانين وردا على سؤال قال الجسر أن الاقتراحات المطروحة لا تعطل مسار العمل القضائي وأن القاضي طارق البطار مستمر في عمله وعندما تحصل التعديلات تتخذ الإجراءات الجديدة على ضوئها